اهلا بكم وفيديو جديد بنوضح فيه من افضل المواقع اللي بتقدم ليك بطاقات دفع افتراضية الموقع اسمه pct.net تعمل بطاقة لاعلانات الفيسبوك وتقدر ان انت تعمل بطاقة ايضا للتيك توك وتقدر تعمل بطاقة ايضا لجوجل اعلانات جوجل نقدر ان احنا نعمل اعلانات على المنصات ونقدر ان احنا نعمل بها مشتريات اونلاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارب تكونوا بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب عن طريق موقع pct.net هنستطيع ان احنا نعمل بطاقات افتراضية نقدر نستخدمها للدفع اونلاين نقدر ان احنا نعمل اعلانات على المنصات ونقدر ان احنا نعمل بها مشتريات اونلاين هنتعرف في الفيديو ده على كل التفاصيل وكل المزايا اللي بيقدمها موقع pct.net للحصول على بطاقات افتراضية ونستخدمها في المشتريات والدفع لعمل اعلانات تابعوا معي الشرح من البداية للنهاية هنبدأ نفتح الموقع مع بعض هنبدأ ان احنا نكتب اللوى pct.net وننتقل للموقع وتقدر ايضا تدخل على موقع pct.net من خلال الرابط اللي انا سيبهه لك في التعليق المثبت تحت الفيديو اول ما ندخل على الموقع بيكون بالشكل ده كده عندك هنا الموقع بالشكل ده كده هنحول اللغة مثلا اللغة العربية لو انت حابب تضغطين على اللغة وبتختار مثلا لغة عربية بطاقات للإعلانات والمشتريات الشخصية اول حاجة هنبدأ ان احنا نعملها هو ان احنا نسجل دخول على الموقع خليني انوه كمان قبل ما اسجل في الموقع ان انت تقدر ان انت تنزل التطبيق او الابليكيشن الخاص بpct.net من play store او من الاب store اول حاجة هنبدأ نعملها بعد ما نفتح الموقع ان احنا نضغط على التسجيل ولو انت عامل حساب من قبل هتضغط على تسجيل الدخول نفترض ان انت دخل جديد لسه على موقع bct.net هنضغط على التسجيل علشان تعمل حساب على موقع bct.net وتبدأ ان انت تعمل بطاقة افترضية تستخدمها تقدر تدخل باكثر من طريقة يعني الموقع سهل جدا وبسيط تقدر انت تدخل من خلال مثلا جوجل من خلال ايميل الخاص بك او تقدر تدخل بأي وسيلة اخرى احنا ندخل من خلال حساب جوجل هندغط هنا كده على continue with google بيظهر عندك كده الايميل اللي هو اللي موجود على المتصفح اللي انت مسجل به دخول او تقدر انت تختار اي ايميل اخر وتسجل دخول وبسهولة جدا اصبح عندك حساب على bct.net وده الداشبورد الصفحة اللي فيها كل المزايا والبطاقات وكل حاجة متاحة لموقع bct.net طبعا الصفحة اللي امامنا ديت كده لو ضغطنا على اللغة ديت اللغات المتاحة فقط في الموقع تقدر انت تختار اي لغة من اللغات المتاحة هنا بيقول لك my account حساباتي عندك اللي هو USDT والبيتكوين والUS$ واليورو نبدأ ننزل لتحت كده هتلاقي عندك هنا بطاقة اللي هي مناسبة جدا لعمل مشتريات وتسوق اونلاين اللي هي الالتيما كارد وعندك هنا بطاقات لعمل اعلانات على الفيسبوك على جوجل على التيك توك وعلى المنصات الاخرى خلينا الاول كده نضغط على تفاصيل اكثر هنا على البطاقات اللي هي الخاصة بعمل اعلانات بتلاقي عندك هنا المزايا اللي بتقدم من خلال bst.net لعمل اعلانات وكمان تقدر تستفاد من الكاشباك اللي بيقدمه لك تقدر ان انت تحصل على الكرت المناسب ليك وعندك هنا 3% كاشباك وعندك هنا cards in private تقدر ايضا تستخدم الخطة المناسبة ليك على حسب الحمالات اللي انت بتعملها للاعلانات على تقريبا كافة المنصات ولو انت عايز دعم من الموقع تقدر ان انت تضغط هنا كده على الدعم وتقدر بسهولة تتواصل مع الدعم يحل لك اي مشكلة انت تواجهها في التعامل مع bst.net خلانا ننتقل الى البطاقة اللي نقدر نستخدمها في عمل مشتريات اللي هو ultimate card هنقول هنا اصدار بطاقة وبيضر امامك البطاقة والرسوم اللي انت هتتفحها سواء كان اسبوعيا او شهريا او سنويا ده رسوم للبطاقة ولكن الاداع في البطاقة مجانا وبيقول لك هنا عندك ال payment system اللي هو نظام الدفع والبطاقة يا جماعة هنا بيقول لك 3D secure وده علشان كده بتوافق مع معظم المواقع اللي انت بتعمل تصوق منها يعني لو المتاجر او المواقع اللي انت بتشتري منها او المنصات بيطلب منك تأكيد احيانا بكود يصلك تمام؟ فهنا بيصلك كود على البروفيل بتاعك او يصلك على البوت الخاص بالتليجرام وعندك هنا بيقول لك هنا فيزا تقدر تعمل فيزا او تقدر تعمل mastercard 3D secure يعني العملية امان مية في المية بتقدر ان انت هنا تختار الرصيد اللي انت عايز تحطه في البطاقة بالشكل ده كده مثلا احط خمسين دولار مثلا وبيقول لك هنا لما احط خمسين دولار ايه الرسوم اللي هي الخاصة بالبطاقة ولكن طبعا الاداع هيكون مجاني يعني انت هتسحب فلوس تحطها داخل البطاقة هيكون مجاني ولكن دي رسوم للبطاقة ولو انت عندك كود خصم تقدر تدخله هنا ويعمل لك خصم على الرسوم اللي هي خاصة بالبطاقة في كود لينا هيقدر معك على الشاشة تقدر تستخدمه يعمل لك خصم على رسوم البطاقة الكود اللي امامك ده بيعمل لك خصم 30% خلينا كده نضغط هنا وندخل الكود ونبدأ ان احنا نعمل هنا ندخل الكود بتاعنا هنا اللي هو سليمان ونبدأ نضغط على apply ونشوف الخصم اللي هيقدر امامنا الدسكونت اللي حصل هنا 30% كان 16 دولار بقى 11 دولار تقدر تستخدم الكود ده مع عملية اصدار البطاقة وبتبدأ ان انت تضغط هنا على موافق وتبدأ تضغط على continue على استمرار يبدأ يصدر لك البطاقة وبيبدأ بعد كده يظهر لك هنا بيقول لك النظام الدفع هتبدأ ان انت تدفع الفلوس دي ازاي اللي هو شامل الرسوم يعني الرسوم والمبلغ اللي انت هتحطه في البطاقة بنبدأ نضغط هنا على السهم ده كده وبيبدأ يجيب لك هنا وسيلة الدفع زي ما انت شايف كده لو هي متاحة وقرارية في الدولة اللي انت موجود فيها اللي هو عن طريق اللي هو USDT وعن طريق البيتكوين زي ما انت شايف كده وبتنزل تحت كده هنا بيجيب لك الشبكة اللي هي TRC20 زي ما انت شايف كده وتقدر انت تستخدم الرابط ده لعملية اداع المبلغ وتقدر تدخل هنا على البيتكوين الروابط الشرح اللي انا بشرحه ده كله هتكون موجودة في الوصف الموجود تحت الفيديو ورابط الموقع الاساسي اللي هو تقدر تصدر به بطاقة موجود ايضا في التعليق المثبت تحت الفيديو بيقول لك هنا كاشباك 3% 100 بطاقة وافضل الشروط لشراء الاعلانات بنجاح انضم الى BST الخاصة هنا برايفت وبيدي لك هنا عروض كويسة جدا للتيك توك والجوجل والفيسبوك بطاقات مجانية 3% كاشباك 0% رسوم للمعاملات 0% رسوم للدفعات المرفوضة 0% رسوم السحب من البطاقة 0% رسوم الاسترداد 0% رسوم السحب فيسبوك جوجل تيك توك بطاقات اعلانية لتقدر تستخدمها لكل المنصات تقريبا وتقدر تضغط هنا على انضم الى BST الخاصة وتبدأ ان انت تشوف المزايا وتبدأ ان انت تشترك في المزايا الجميلة اللي بيقدمها موقع BST اللي هو البرايفت وعندك هنا خدمة البطاقة بدون حدود تقدر برضو تطلع عليها وعندك هنا الBST اللي هو الBIN الفحص BIN وتقدر كمان هنا تنضم ليه اللي هو برنامج الشراقة اللي هو Affiliate Program تقدر انت تنضم ليه وتقدر انت تستفاد وتعمل احالة لأصدقائك او لمتابعينك بتضغط هنا على المزيد حول الشراقة منح الخصم لأصدقائك وكسب ما يصل الى 90% من الارباح بتضغط هنا على الحصول على رابط الاحالة وتبدأ ان انت تشاركه مع متابعينك واصدقائك بيقولك هنا 10% من عملات الشحل 30% من الارباح لإصدار البطاقة 90% من الربح للصرف طبعا كل ما بتزيد عدد اصدقائك كل ما بتزداد الارباح زي ما انت شايف قدامك كده بتبدأ ان انت تستخدم الرابط اللي هو الاحالة وقدامك التفاصيل كيف يعمل الامر اللي هو لكسب الارباح عن طريق الاحالة وهذا الرابط ايضا اللي هو البي اس تي دوت نت الافليت هيكون موجود ايضا في وصف الفيديو عندك هنا طبعا فيه ثلاث حاجات اساسيين اللي هو السحب والإكس تشينج والتوب أب أكاونت لو انت عايز تعمل هنا اداع اداع فلوس هنا ما بيش اي مشكلة خالص بتبدأ ان انت تختار هنا اللي هو التوب أب أكاونت وتبدأ ان انت تعمل اداع هنا عن طريق الشبكة زي ما انت شايف كده او ان انت لو عايز تعمل سحب ما بيش اي مشكلة السحب بتبدأ ان انت تختار مثلا اللي هو on account for user bst او to external لو انا مثلا اخترت الاختيار الاول ده واخترت اللي هو continue ابدأ ان انا هنا طبعا انا ما عنديش رصيد ابدأ ان انا حط هنا الرصيد وابدأ ان انا هنا اكمل عملية اللي هو السحب وعلى فكرة بيقولك هنا كمان الرسوم الخدمة بسفر يعني السحب الرسوم بسفر او لو انا اخترت هنا اللي هو to the external address بالشكل ده كده واخترت continue ابدأ ان انا اكمل هنا عملية السحب بسهولة جدا جدا وبيقولك برضو الرسوم الخدمة سفر مفيش اصلا رسوم خدمة هنا وتبدأ ان انت تكمل وتبدأ ان انت تسحب مفيش اي مشكلة خالص للناس اللي عايزة او مهتمية بهذا الامر وعندك هنا اللي هو exchange لو انت عايز تبدل من مثلا USDT الى اي حاجة انت عايزها او العكس عايز تحول مثلا من الدولار لحاجة اخرى او لعملة اخرى مفيش اي مشكلة وتبدأ تختار الى وتبدأ ان انت تختار مثلا اي حاجة انت عايزها اي عملة انت عايزها وتبدأ ان انت تكمل بيقولك هنا كمان الرسوم سفر زي ما انت شايف كده بيقولك هنا او التحويل من العملة للعملة بيقولك اد ايه او واحد دولار بيساوي كام USD او العكس على حسب العملة اللي انت هتختارها طبعا ده لما يكون عندك رسيد هنا في الحساب بتاعك يبقى ببساطة خالص عن طريق موقع BST.NET تقدر ان انت تعمل بطاقة لاعلانات الفيسبوك تقدر تستخدمها لاعلانات الفيسبوك تقدر ان انت تعمل بطاقة ايضا للتيك توك اعلانات التيك توك وتستخدمها بسهولة جدا جدا وتقدر تعمل بطاقة ايضا لجوجل اعلانات جوجل زي ما انت شايف كده وتستخدمها بسهولة جدا او تعمل بطاقة اخرى ايضا بيقولك هنا Universal Virtual Card for All Platforms تقدر تستخدمها لعمل اعلانات على كل البنصات بطاقة شاملة لكل شيء تقدر برضو تصدرها وتستخدمها طبعا يا جماعة الموقع اللي هو bst.net بصراحة كبير وفيه مزايا واوبشنز كتيرة جدا فانا حاولت كده ان انا يعني ألم الحاجات المفيدة لكم والمهمة ليه الناس المهتمين بهذا الامر ليه المهتمين بالبطاقات الافتراضية اللي انت تستخدمها بامان على الانترنت وكمان تقدر ان انت تنزل التطبيق سواء كان على الاندرويد او كان على الاجهزة اللي بتعمل بال ios وتقدر انت تستخدم الابليكيشن الخاص بال bst.net بسهولة جدا على الموبايل مفيش اي مشكلة بسهولة تحياتي لكم اتمنى لكم التوفيق والسعادة اهم الروابط الخاصة ب bst.net موجودة في وصف الفيديو وايضا في التعليق المثبت تحت الفيديو اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في امان الله مع السلامة